السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا في احسن الاحوال انتو ما كتشاهدوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معي الفيديو ما طويلش يعني انا جبت لكم واحد الفكرة اللي ربما تكون متداولة ولكن حبيت ان انا نشاركها معاكم يا كتابة الاسماء على التوب يمكن لكم تكسبوها على الفولارات على المخيدات على اليزور ديال اللي بغي هو مشروع مربيح الصراحة للسيدات يمكن لكم تشتغلوا به وراها عندو واحد المدخول لا بأس به وممكن يعني اي سيدة منه تستخدمه بثمان معقول وبالخصوص لا زادت يعني سواء بطريقة الخياطة سواء مثلا بالالوال لغة الدخل او لفاشيون او تقدر الدخل لحجيرات يعني كتير كتير من الاشياء يمكن لكم تزيدوها وتوضفوها في هذا المشروع هذا ان شاء الله غنشارك معاكم عدة اشكال ديال المخيدات اللي ديج انا يخدمتهم ولكن هذا واحد الهدية بسيطة ولكن في نفس الوقت معبرة انكم تكتبوا الاسم ديال داك الشخص اللي ستهديو لي على اسواء كما قلت لكم مخيدة او اللي يزير او اللي شنو ما بغيتون تومه او اللي فولارة كسبقة دي كرزوينة انا هنا يستعملت الصباغة نوع ديال البخاريطة والبانسو فقط يعني ماشيش حاجة كثيرة بالنسبة الاسم انا كتبته في الورقة من قبل وعاودت كتبتوه بالقالم لان التوب ديال البوبلين السراحي يمكن لكم حتى لقع اخطأتو تمسحوه بلكومه وفي نفس الوقت تحاولوا تمشيوا اعلار الاسم بنفس طريقة كيف ما كتلاحظو معايا كنخدموه بالبانسو يعني طريقة ساهلة وكنمشي في نفس الاتجاه كنعمر مزيان وفي نفس الوقت انا كنحكي صباغة على التوب باش تتبت لي اكثر وكثر وكنبقى ماشية يعني بنفس الطريقة كنكسب الاسم كامل بهالطريقة هذا غير زعمو وجربوها الطريقة وردو عليها غدي تعجبكم وكما قلت لكم يمكن لكم تستغلوها كمشروع موربيح او لكهدية لأي شخص عزيز على قلبكم من بعد ما غادي نسالي الاسم كيف ما كتلاحظو معايا انا غادي استعمل الفاشيون باش غادي نحددو في الجوانب يمكن لكم تكتبوه كامل بالفاشيون وتستعملو اللون اللي بغيتوا ديالي بايات كيف يمكن لكم تكتبوها غير بالصباغة ومتزيدو حتى شيء اضافة يعني الزيادات في هاد المسألة كتبقى من اختياركم انا عطيتكم غير الفكرة بكلكم تبدعو تديرو محسن وانتو ما كتشاهدو الفيديو كي ما كنقول لكم دائما متنسونيش من تعالقكم اللي كدي تحفزيني اعطي اكتر ويلا عجبكم الفيديو من طبيعة الحل خليوا ليه لايك وحتى لما اعجبكم في الفيديو تخليوا ليه ديز لايك والناس اللي اول مرة يشوفوا القناة كانت مننا يضموا العائلة ديالنا ويفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس باش دائما يتوصلوا بالشديد هنا كما كتلاحظوا معي انا ساليت الاسم ديالي كيفما كتلاحظوا يعني صرحة كي يجيزوين بالطريقة وسخسروا اللي اللي اعجبكم انا كما قلت لكم انا خسرت اللون الاصفر بحكم انه يعني اللون الاصفر هو اللي غادي نستغلو لا في الخياطة ولا في الاشكال اللي غادي نزيد من بعد من بعد غادي نشارك معاكم الشكل نهائي كيفاش غايجي والفاشون هنا يحددت به فقط كما قلت لكم الاضافات تسبقه على حسب ادواق وعلى حسب حتى مثلا اللي اللي خدمته والشي حد يعني الكليان ديالكم هو اللي يقدري يعطي رأيو بالنسبة للالوان اللون اللي بغا والشي يخدم الفاشون ولا الله وكما وريتكم في الول ديال الفيديو يعني انا خدمت الاسم الاول غير بالفاشون فقط والي بايض من بعد ما غادي نحددها بالفاشون غادي نخليها تنشف وغادي نوريكم النتيجة نهائية بالنسبة للتتبيت يعني كيفاش انا غا نفيكسيها حتى غادي نشف ليها مزيان غا تاخذ الوقت الكافي دياله تقريب 24 ساعة من بعد غادي ناخذ المصلح وغادي نسلحها من دار دياله وتقدري لما حتى قاعد نسيت ومصلحتاش توز واحد المودة راس بغا كتبت مزيان وكتاخذ يعني وقتها انها تفيك سب وحدها ما تخافوش منها غير زعموا جربوها التجربة هادي كنتمنى تخليوا لي التعليق ديالكم كيف جاتكم والناس اللي اول مرة يستعملوا الصباغة يزعموا ويجربوها يفرحوا ليداتهم يكتبوا ليهم الأسماء ديالهم في مخدة ديالهم اكتجي رائع الصراحة كنتمنى على فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وتكونوا استفتوا معايا ولو بالقليل وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم بحول الله هذه النتيجة النهائية كيف ما كتشوفوا صباغة نشفات حتى الفاشيو نشف كيعطى واحد اللمعة زوينة وإلى لقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة